بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم طلابنا العزاء طلاب عائلة أكاديمية القمم الطبية مرحباً بكم في كورس الهستولوجي اليوم نكمل سلسلة محاضرات الهستولوجي اللي بدينها وياكم في عائلتكم عائلة أكاديمية القمم الطبية اليوم رح نتكلم على الكونكتف تشيو النسيج الضام واليوم رح ناخذ جست ان انترودكشن فقط مقدمة على الكونكتف تشيو على النسيج الضام ورح ناخذ المبادئ العامة والمبادئ الأساسية لكونكتف تشيو طيب أنا أخوكم وزميلكم دكتور يوسف عباس حسن خريج كلية الطب جامعة بغداد بكالوريوس طب وجراها عامة طيب أور أوبجكتفز اليوم رح نتكلم في هذه المحاضرة على الكونكتف تشيو قبل ما نتكلم بالكونكتف تشيو النسيج الضام خلنش نسوفه كويك ريفيو مراجعة سريعة على بعض المعلومات اللي قاريها واللي رح نحتاجها اليوم حتى نميز ونفهم شنو هو الكونكتف تشيو من اسمه كونكتف تشيو يعني شنو يعني النسيج الضام طيب إحنا نجي الآن قلنا تشيو معناها نسيج النسيج مين يتكون إذن النسيج يتكون من group of cells مجموعة من الخلايا مجموعة من الخلايا اجتمعت مع بعضها أوكي وكولتلي تشيو إذن أول شغلة عرفناها أنه تشيو عبارة عن مجموعة من الخلايا أوكي طيب كولتلي شنو تشيو نسيت طيب نجي الآن إحنا الأنسجة الأربعة الرئيسية بالجسم عندنا أربعة أنسجة أساسية ورئيسية في الجسم أخذناها في السادس عدادي ورح نأخذها إن شاء الله واخذناها في كلية الطب ورح نشرحها أوكي أولا أبيثيليال تشيو النسيج الطلائي ثانيا كونكتف تشيو النسيج الضام ثالثا مصل تشيو النسيج العضلي ونيرف تشيو النسيج العصبي إذن الأنسجة أربعة أنسجة أساسية طيب نجي الآن إلى الأبيثيليال تشيو النسيج الطلائي قلنا هو موجود في السطح الخارجي للجسم هو مبطن للأعضاء الداخلية مثلا مبطن للأسوفيغاس للمريء مبطن لبطانة الأمعاء مبطن لبطانة الأمعاء وكذلك يعني مبطن للأعضاء وكذلك موجود على سطح الجسم مثلا على سطح أجزامنا وكذلك من الميزات المهمة للأبيثيليال تشيو أنه يتكون من سيلز أوكي يعني مجموعة من الخلايا وحدة يم الأخرى مربعات واحد لازق بالأخر أوكي يعني مصفضات مربع بصفه مربع بصفه مربع أوكي ماكو مسافة بين خلية وخلية بالأبيثيليال تشيو ما خلية بصف خلية خلية لازقة بخلية أوكي هاي بالأبيثيليال تشيو المسل تشيو يتكون من خلايا عضلية أما النيرف تشيو يتكون من خلايا عصبية ألا وهي نيورون خلايا خاصة متخصصة سبيشيلايز سيل يسموها نيورون بالحقيقة احنا تكلمنا عن نيورون بالمحاضرات الفسلجة وقلنا شن هو النيورون طيب ذن الأنسجة الأبيثيليال والمسل والنيرف يحتاجا إلى نسيج يدعمهن ويقويهن تركيبيا ووظيفيا أوكي شنو هذا النسيج اللي قوي ويدعم هاي الأنسجة وظيفيا وتركيبيا هو كونكتف تشيو أوكي إذن كونكتف تشيو أول خصيصة يتميز بيها هو فونكشنال سبورت يعني شنو دعم وظيفي إلى بقية الأنسجة هاي النقطة الأولى النقطة الثانية هو ستركتشرال سبورت هو دعم تركيبي أوكي بين الأنسجة الأخرى أوكي طيب الوظيفة الأخرى المهمة للكونكتف تشيو هي هو أنه يحتوي على خلايا وهاي الخلايا وظيفتها الدفاعية لذلك هو يعتبر دفينس ميكانيزم يعني شنو يعني فد ميكانيكية دفاعية شلون وذلك باحتوائه على خلايا وهذه الخلايا هي خلايا دفاعية مثلا كونكتف تشيو يحتوي على خلايا ماكروفيج خلايا التهامية أي بكترية تجيب أي جسم غريب يروح الماكروفيج يلتهمه هاي الخلايا الماكروفيج وين موجودة؟ موجودة بالكونكتف تشيو طيب وكذلك بعض الخلايا مثل الخلايا سموها ماست سيل هاي الماست سيل داخلها تحتوي على مواد كيميائية أو مواد بروتينية بس يصير التهاب بس يصير انفلاميشن هاي الماست سيل اططق وتطلع هاي المواد البروتينية وتروح لي إلى موقع الالتهاب إذن فانكشنال سبورت هذا الكونكتف تشيو خصائصة فانكشنال سبورت دعم وظيفي ستركترال سبورت دعم تركيبي المن؟ إلى الخلايا والأسجل الأخرى اللي هي الأبيثيليل والمصل والنيرف مو بله؟ طيب والخصيصة الرابعة هي الثالث عفوا هي دفاعيزم خلية دفاعية والخصيصة الرابعة وحدة من الأمور المهمة أنه هو عنده خلايا وهاي الخلايا الموجودة بالكونكتف تشيو تساعد على التشيو ريبير يعني شون يعني إعادة إصلاح النسيج المتضرر مو بله؟ طيب شلون يعني أنا من أنجرح هنا أنا مثلاً بس ستشين أنجرحت نشوف وراء فترة أنه جرح التأم ليش؟ وذلك لأنه أنا عندي طبقة تحت الديرمس أوكي؟ موجودة موحلة عندنا الديرمس أبي ديرمس وديرمس أوكي؟ هاي الطبقة بها هاي الكونكتف تشيو تحتوي على خلايا يعني فائدتها انقسام وإعادة إصلاح الضرر لذلك نشوف الجرح رح يلتئم بعد فترة بسبب وجود الكونكتف تشيو ووجود خلايا داخل الكونكتف تشيو تساعد لي على الريبير على إعادة إصلاح إذن فور كاركتوريستيكس أو فور فيتشر أربعة خصائص مهمة للكونكتف تشيو كل ذني ذكر ناهن أوكي شباب هذه مقدمة بسيطة على الكونكتف تشيو أوكي؟ طيب الآن إن عيدين قلنا هو فانكشنال سبورت للأثر تشيو ستركشنال سبورت للأثر تشيو دفنس ميكانيزم وظيفة دفاعية بسبب احتواها على خلايا دفاعية طب بكتوريا تروح تلتهرث الماكروفيج وكذلك التشيو ربير ميكانيزم إعادة إصلاح الخلايا المتضررة والأسجة المتضررة من خلال احتوائه على خلايا قابلة على الانقسام والتجدد وإعادة الإصلاح أوكي شباب طيب اليوم خلال محاضرتنا رح نتكلم على الكونكتف تشيو رح نعرف هو مين يتكون شنو به شنو ميزه على الأثر تشيو أوكي طيب كذلك رح نتكلم على خصائص الكونكتف تشيو اللي ذكرناها نساقب شوية وكذلك رح نقسم الكونكتف تشيو نسوي لكلاسيفيكيشن نصنف الكونكتف تشيو بأنواع ورح نعرف على أي أساس قسمنا الكونكتف تشيو وكذلك رح نعرف شنو هو الاكسترا سيليولر ماتريكس رح نعرف شنو هذا شنو هالكلمة شنو معناها بالعربي شنو يحتوي أوكي وكذلك رح نتكلم على كونكتف تشيو بالتفاصيل إن شاء الله في هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة أوكي طيب نجي الآن إلى الكونكتف تشيو نجي الآن إلى النسيج الضام خلينا نعرف أنا ليش حطيت لكم هاي الصورة الآن نجي نريد نعرف قبل ما نطوب للمحاضرة وندوق به ناخد فتجينرال فيو من خلال هاي الصورة على الكونكتف تشيو على النسيج الضام شنو من يتكون النسيج الضام شنو مكوناته شنو تركيباته بعدين يلا نروح نفتهم التفاصيل أوكي طيب النسيج الضام مثل هاي الصورة هاي الصورة عبارة عن غابة أوكي هاي الصورة عبارة عن غابة وبها أشجاب وبها قاعية وبها قرودة قرودة أوكي طيب شباب الكونكتف تشيو رح يتكون أو يتكون لي من ثلاثة أمور أساسية أولا سيلز خلايا ثانيا فايبرز الياف ثالثا جراوند سبستانس مواد أرضية ويسموها مواد بينية موجودة بين الخلايا إذن ثلاثة أمور أساسية تكون لي أو تركيب لي أو تألف لي الكونكتف تشيو أو كونكتف تشيو يتألف من ثلاثة أمور أساسية سيلز فايبرز جراوند سبستانس دكتور شلي علاقة بها الصورة ها الجراوند سبستانس اتمثلي القاعية مع الغابة أوكي أنا رد أحفظكم حتى ما تنسواها طول عمركم كونكتف تشيو مثل الغابة الجراوند سبستانس المواد البينية الموجودة بالكونكتف تشيو المواد البين الخلايا المواد الأرضية طيب وهذا القرد والقرودة جماعة هنا قرد وهنا قرد وهنا قرد وهنا قرد هاي القرودة المتوسعة بالغابة على الأشجار تمثلي السيلز الخلايا وهذه الأشجار عبارة عن ثلاثة أنواع من الأشجار تمثلي الفايبرات الألياف اوكي إذن جراوند سبستانس القاعية مع الغابة سيلز خلايا تمثلي القرودة ذولة والأشجار اللي تمثلي الفايبار اوكي طيب ننجي الآن إلى وحدة وحدة ننجي الآن على الجراوند سبستانس الجراوند سبستانس هي المواد البينية أو المواد الأرضية الموجودة بالكونكتف تشيو شنو هاي هاي تتألف من ثلاثة عوائل بروتينية اوكي ثلاثة عوائل بروتينية ثلاثة مجاميع بروتينية تكوّل الجراوند سبستانس اوكي لحد هنا بس هذا أريدكم تعرفوه عن الجراوند سبستانس لين بالمحاضرات بالسلاة القادمة رح نوضح أكثر ونطب بالديتيلز التفاصيل اوكي طيب نجي إلى الخلايا The cells قلنا من يمثلي بهاي مثلي القرودة أسألكم سؤال هذا من تشوفون هنا قرد وهنانا قرد وهنانا قرد هل هذه الخلايا متراصفة؟ لا ليست متراصفة إنما هذه الخلايا الكونكتف تشو مثل القرودة متوزعة متوزعة بأماكن متفرقة يسموها scattered pattern يعني بطريقة متفرقة مو موحدة يموحدة مثل الأبثيل التشو خلية بصف خلية خلية لازقة بخلية لا وإنما كونكتف تشو يحتوي على خلايا متفرقة قرد هنا قرد هنا خلية هنا خلية هنا خلية هنا خلية هنا أوكي طيب وهي القردة هاي السيلز هنا نوع نوع يسموه خلايا مقيمة يعني باقي 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 ثابتها بالكونكتف تشو باقي ما تتحرك يسموها resident سيل أوكي طيب والنوع الآخر من الخلايا يسموها migratory سيل مهاجرة تروح منها بالنسيج إلى مكان آخر حسب الحاجة أكو شي محفز أكو فشي دي خليها تهاجر أوكي إذن عندي قرد ثابت بمكانه وعندي قرد يقمز منه ومنه يروح منك يروح منك هذا القرد اللي يقمز يسموه resident سيل خلية متنقلة تهاجر تروح متحركة بينما الماقريتر يصير هاي بينما الثابتة بمكانه يسموها resident سيل أوكي يسموها resident سيل أوكي شباب طيب هاي خلصنا من السيلز نجل الآن إلى الفايبرز إلى الألياف المكونة للكون نكتوف تشيو شباب أنا عندي ثلاث أنواع من الأشجار النوع الأول عبارة عن شجرة تكون سميكة وما بيها غصون ما بيها أفرع النوع الثاني عبارة عن شجرة رقيقة وليست سميكة أوكي ونط برانش ما بيها فروع أو أغصان النوع الثالث من هذه الأشجار تكون يعني سموك يكون زين وسط ولكن بيها غصون بيها أفرع أوكي طيب ولذلك الفايبرز الموجودة بالكون نكتف تشو هم ثري تايبة على الأشجار النوع الأول من الفايبرات النوع الأول من الأشجار بأن تكون فايبرات ألياف عريضة سميكة ثك ثخينة ونط برانش ما بيها غصون هذا شي سموها كولاجين فايبر إذن الكولاجين فايبر عبارة عن فايبرات موجودة بالكون نكتف تشو سميكة وما بيها غصون نط برانش ما بيها فروع أوكي طيب نجي إلى النوع الثاني إلى إنه تكون سموكها رقيق الشجرة وهم نط برانش هم ما بيها فروع هاي شي يسموها يسموها راتيكيولر فايبر أوكي فايبرات راتيكيولر يعني أوكي هاي افتهمناها تكون يعني رقيقة وما بيها فروع النوع الثالث هو الإلاستيك فايبر الإلاستيك فايبر بالحقيقة هو يكون سمكة لكن برانش بي شنو بي فروع يتفرع أوكي إذن هاي مختصر مفيد افتهمناها الكون نكتف تشيو يحتوي على ثلاثة أمور أساسية المواد البينية وتحتوي على ثلاثة عوائل من البروتينات يكون هاي النقطة الأولى النقطة الثانية الخلايا الموجودة بال متفرقة ثانيا هاي الخلايا نوع خلايا مقيمة رودة مقيمة ما تحرك مكانها وخلايا أو قرودة مهاجرة تتحرك حسب الحاجة حسب الشي حفزها أنه تتحرك ليسموها خلصنا الثالث نجينا الآن إلى ثلاثة أنواع من الفايبرات ثلاثة أنواع من الألياف النوع الأول يسموه كولوجين فايبر كولوجين يعني ألياف الكولوجين شنه هاي خصائصها أنه تكون ثخينة أوكي ثك وتكون ما بها أفرع طيب النوع الثاني سموها راتيكيولر فايبر هاي تكون رقيقة مبلة تكون رقيقة وتكون إنه ما بها أفرع وكذلك النوع الثالث يسموه إلاستيل اللي هو طبعا يكون يعني يسم كازين وبي أفرع بي برانج أوكي من خلال هاي سمناها نسيج ضام وقلنا وظافة ذكرناها ملاحظة في بالكم الفايبرات والجراوند سبستانس ثنينات يطلقون عليها المصطح إكسترا سيليولر ماتركس يعني عبارة عن مواد موجودة خارج الخلايا عبارة عن مواد موجودة بين الخلايا أوكي يعني من أقول لك الكوننكتف تيشيو يتألف من ثلاثة أمور شنهنه سيلز خلايا فايبر ألياف جراوند سبستانس أوكي طيب اللي جراوند سبستانس والألياف يسموه الإكسترا سيليولر ماتركس أوكي يعني أمور موجودة خارج الخلية بروتينات أو مواد موجودة خارج يعني من أقول لك الكوننكتف تيشيو بطريقة أخرى يتألف من سيلز خلايا زائد إكسترا سيليولر ماتركس وهذا الإكسترا سيليولر ماتركس يقصد لبي فايبر الألياف يقصد لبي الجراوند سبستانس أوكي يعني الكوننكتف تيشيو يتكون من قروضة سيلز و جراوند سبستانس اللي تشمل للأشجار والأرضية هيا حطوها في بالكم ولا تنسوها أبدا 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 طيب نجل الآن إلى تعريف الكوننكتف تيشيو رح نبدأ نأخذ المعلومات شيئا فشيئا طبعا المحاضرة صارت كل السهلة لأنه احنا افتهمنا المبادئ الأساسية في بداية المحاضرة يقول لك بشكل عام جنرالي كوننكتف تيشيو نسيج ضام كونسيست يتألف من أو يحتوي على خلايا و و وهذا هو عبارة عن فايبر يعني ألياف و عبارة عن أه هاي عبارة عن ثلاث عوائل من البروتينات المتخصصة يسموها специاليز بروتينات قلنا نرجع عليها بعديا وهاي الفايبرات هي تكون فايبرات بنائية فإذا هذن هذا الستاذ كل احنا شرحنا الكوننكتف تيشيو يحتوي على المواد البينية وقلنا الفايبرات وال سبستانس اطلق عليها المصطلح اكسترا سيليولر ماتريكس طيب طبعا هاي الكوننكتف تيشيو منذ يحتوي على هاي الخلايا هو اذن عدد من الخلايا اللي تختلف بأنواعها وتختلف بوظيفتها يعني مو كل الخلايا متشابه وكلها نفس الوظيفة لا هو يحتوي على خلايا وقلنا نوعين صحيح خلايا مهاجرة وخلايا تبقى لكن هاي الخلايا هي مختلفة بأشكالها مختلفة بأحجامها مختلفة بوظيفتها أوكي طيب وكذلك قلنا الفايبرات الفايبرز هي تكون لي هي فايبرات تركيبية تكون لي الكوننكتف تيشيو لكن لكن حسب هذه السيلز وحسب اختلاف الخلايا الموجودة بالكوننكتف تيشيو وحسب اختلاف الفايبرز نكتف تيشيو من عمولي آخر يعني مثلا النسيج الضام الموجود بالجلد مو نفس النسيج الضام الموجود بالكارتلج بالغباريف والنسيج الضام الكوننكتف تيشيو الموجود بالكارتلج بالغباريف مو نفس الكوننكتف تيشيو الموجود بالبون بالعظام أوكي هاي كلش مهمه الكوننكتف تيشيو الموجود بالامعاء مو نفس الكوننكتف تيشيو الموجود بالعظام مو بالله ليش دا يخطير في الكوننكتف تشو من المكان لآخر هذا حسب عدد الخلايا الموجودة حسب نوع الخلايا حسب كمية الخلايا حسب شكل الخلايا حسب وظيفة هذه الخلايا مو بس الخلايا حسب نوع الفايبرات الموجودة في هذا الكوننكتف تشو في هذا العضو حسب كمية الفايبرات حسب نوعيتها حسب مو بالله حسب النسبة بين وجود هذه الخلايا ووجود هذه الفايبرات فإذن الConnective Tissue يحتوي على عدة وظائف ويختلف من عضو إلى آخر هذا افتهمنا بصورة حلوة نجي الآن إلى الCaracteristics of the Connective Tissue وإحنا حتيناها كلها هذا عبارة عن Connective Tissue يقولك Cells have a space between them filled with extra cellular matrix يعني شنو يقولك يعني الخلايا هي متفرقة scattered butter متفرقة وليست متجاورة ولازقة وحدة ويالوخ وإنما أكو space أكو فراغات بين خلية وخلية وهاي الفراغات مش أكو موجود بيناتها موجود بيناتها الاكسرا cellular matrix بين خلية وخلية أكو أشجار بين قرد وقرد أكو أشجار أكو فايبرات بين قرد وقرد أكو قاعية أكو بروتينات أكو ground substance مو بالله؟ مثل ما أدأ لاحظ مثلا هاي هاي أحد الخلايا طبعا هاي نواة الخلية وهذه نواة الخلية وهذه خلية أخرى وهذه نواة خلية أخرى نشوف أنها متفرقات وأكو بيناتها عبارة عن ألياف مبلغ؟ هاي كلها يعني دا نشوف أنه من خلال السلاد ومن خلال الصورة هاي افتهمناها يعني مو وحدة يملغ هاي الخلايا لكن يعني أكو بين خلية وخلية فراغ وهذا الفراغ ينمي البواسطة الفايبرات والground substance اللي يسموهن extra cellular matrix وحدة من خصائص الconnective tissue قلنا أنه شنو بالتشيو ربير إعادة إصلاح مو بالله؟ فإذا كان من الممكن تنقسم تحتوي على تغذية جيدة من الدم وممكن أن تنقسم لذلك هاي أحد وظائفنا تشيو ربير عادة إصلاح التشيو مو بالله؟ شايفين من واحد ينظروا بستشين مثلا وشوفوا ورا فترة يصبح شيء أبيض إيش يسموه هذا الندبة هذا الندبة سكار يسموه هذا السكار عبارة عن connective tissue نسيج ضام يجبنه بنا هنا أوكي؟ أو واحد مثلا يسوي cesarean section أو عملية ببطنة أو أي شيء تروح تأخر بطنة ورا فترة تشوف أكو سكار أكو ندبة موجودة أثر مال شنو هذا هذا اللحم الأبيض الموجود هذا عبارة عن connective tissue جايباني جاي لاحم أوكي؟ لكن هل قابلية على الـ divide على الانقسام هاي نقطة مهما النقطة الثالثة أنه can be flexible or rigid in nature يعني هذا النسيج connective tissue ممكن يكون flexible marine وممكن يكون رجد قوي يعني مثلا الكارتلج connective tissue الموجود بالكارتلج بالغضارف مثلا ما الاذني هذا المر اللي هو صلي باذني تكون marine flexible بينما connective tissue الموجود بالبون رجد واحد يقدر يحرك العظم لا ماكو أوكي؟ فإذن شلون هذا connective tissue صار flexible شلون هذا connective tissue صار رجد حسب الـ fibers حسب أنواع الألياف أوكي؟ رح نعرف شنو هذا الـ leaf كان هي هذا الـ leaf حسب نوع الألياف أوكي شباب هيا افتهمناها نجل الآن إلى types of connective tissue أنواع connective tissue بالحقيقة احنا عندنا ثلاثة أنواع من connective tissue أولا فالشي سمو embryonic connective tissue يعني شنو؟ يعني هذا النوع من النسيج الضام موجود فقط فقط يعني موجود فقط في حياة الجنين يعني من الجنين أن يكون بطن أمه فقط موجود بهاي الحياة ما موجود بالـ adult بالإنسان البالغ أو يجي للدنيا هذا كل مهم هذا النوع connective tissue موجود فقط في حياة الجنين موجود في جسم الإنسان خلال فترة ما يكون جنين وراه لا النوع الثاني يسمو connective tissue بروبر يعني النسيج الضام الأصيل اللي يبق لي مبلا هذا الموجود بالـ adult موجود بي موجود بي موجود بي موجود بهاي هذا هو اللي ستكلم عنه خلال هذه المحاضرتين إن شاء الله وعندنا connective tissue يسمونه نوع ثالث specialized connective tissue يعني نسيج ضام متخصص وهذا سيكون نسيج ضام خاص بالكارتج الغضاريف ونسيج ضام خاص بالبون العظام ونسيج ضام خاص بالبلد طبعا connective tissue والبلد رح ناخذ إن شاء الله في المرحلة الثانية محاضرات أشرح لكم يا إن شاء الله أوكي إحنا رح نركز على connective tissue بروبر الـ embryonic والspecial ناخذهم بعدين أوكي طيب نجل الآن إلى هذا المخطط أنه classification of mature connective tissue أوكي شباب نقول لك هنا mature connective tissue ما قال لك الـ embryonic لأن الـ embryonic إنه هو واحد الـ embryonic يعني في حيات الجنين هذا واحد رح تكلم على connective tissue connective tissue أولا نقسم النوع الأول يسمون connective tissue بروبر النسيج الضام الأصيل أوكي وطبعا هذا رح تكلم على هذا كل شي رح تكلم خلال المحاضرات رح تتركز على هذا القسم فقط أوكي وكل connective tissue سمون fluid connective tissue يعني النسيج ضام يكون لي اللنف اللنف مبالسة اللنفاوي طيب والـ supporting connective tissue أو يسمون connective tissue specialized المتخصص اللي يشمل لي الكارتليج والبون هذا هم نتكلم عليه إن شاء الله بعدين أوكي عمارتكم تركزون عليه مجرد للاطلاع لكن رح نركز على connective tissue بروبر أوكي طيب الـ connective tissue بروبر رح ينقسم لي إلى قسميا loose connective tissue و dense connective tissue أوكي شباب هنا رح ينقسم loose و dense connective tissue حسب كمية الألياث نسبة إلى كمية الخلايا أوكي يعني يكون نسبة وتناسب بين الفايبار والسلز الموجودة بالconnective tissue أوكي طيب loose connective tissue من اسم loose يعني يعني شوان غير كثيف متفرق مو واحد لازق باللاخ أوكي هذا loose connective tissue رح يكون بنسبة الفايبرات قليلة مقارنة بنسبة السلز أوكي إذا نسبة connective tissue معين نسبة الفايبر نسبة الألياف قليلة بالمقارنة مع الخلايا يعني نسبة الخلايا أكبر من نسبة الفايبر فهذا يسمو loose connective tissue هاي النقطة الأولى النقطة الثانية إذا dense connective tissue يعني كثيف إذا شنو إذا كانت كمية الألياف كبيرة جدا بالمقارنة مع الخلايا يعني الألياف أكبر من الخلايا هاي النقطة الثانية loose connective tissue الألياف مات طبعا قلنا الألياف أقل من السيل يعني الألياف أقل كميتها من السيل باللوس connective يعني السيل أكبر من الفايبر كميتها باللوس لكن الألياف الموجودة باللوس راح تترتب بطريقة loosely pattern يعني scattered pattern يعني متفرق مو واحد لازق باللاخ لا loose يعني غير كثيف غير متجانز غير لازق كثيف من اسمه فايبر لازق في فايبر فايبر لازق مضغوط واحد لازق باللاخ واحد على اللاخ فإذن الفرق بين loose connective tissue والdense connective شغلتين اللوس يحتوي على كمية فايبر أقل من الخلايا بينما dense يحتوي على كمية فايبر أعلى من كمية الخلايا هاي النقطة الأولى النقطة الثانية الفايبر الموجودة باللوس connective tissue كون loose attachment يعني متفرقة وحده هنا وحده هنا وحده هنا scattered بينما الفايبر الموجودة بالdense connective tissue تكون مضغوطة يعني وحده لازق باللوخ وحده فوق الأخرى أوكي هاي كلش ملاحظة مهمة دائما ننتبهي لها أوكي شباب يعني حسب ترتيب الفايبرات الموجودة بالconnective tissue رح أقول هذا loose وإذا dense إذا هاي الفايبرات ترتبت بشكل scattered متفرق بشكل loose أسميها loose connective tissue وإذا شكلت لي أو ترتبت لي arranged in packed way يعني بشكل مضغوط أوكي هنا رح fiber depend يعني densely packed يعني مضغوطة أسميها dense connective tissue أوكي تقول distinguish يعني أقدر أميز by relative proportion نسبة بين cells with fibers and the ground substance يعني إذا كانت كمية فايبرات قليلة بالنسبة للخلية فهذا loose وإذا كانت فايبرات كميتها عالية بالنسبة للخلايا وground substance هذا يسمون dense connective tissue أوكي شباب طيب نجي الآن يقول different type of connective tissue are responsible for a variety of function يعني connective tissue مو وظيفة وحدة يطين وكل يطين وظيفة وإنما حسب الورغان حسب العضو الموجود به حسب تركيب الخلايا حسب كميتها حسب نوعها حسب كمية الألياف حسب نوعية الألياف مو بالله هاي كل هاي احشية نا أوكي شباب يعني الوظيفة مال كل نوع مال connective tissue تعتمد لعلى نوع الألياف والخلايا وظيفة connective tissue بمختلف أنواع هي reflected in the types of cell and fibers present within the tissue and composition of the ground substance in the extracellular matrix يعني شنو يعني كل عضو يحتوي على نسيج معين وهذا النسيج يعني connective tissue يحتوي على خلايا أكبر من الفايبر وconnective tissue يحتوي على فايبر أكبر من الخلايا مو بالله يعني كل connective tissue بالعضو يختلف باختلاف cells ووظيفتها وترتيبها وكميتها وكذلك ومو بس cells الفايبرات وترتيبها وأنواحها والground substance أوكي طيب أريد أنطيكم ملاحظة مهمة شباب أنه خلنجي على هذا الصورة طبعا خلنجي على هذه الصورة نشوف أنه هذه الألياف شون تشوفوها شون تشوفوها طبعا أكو space بينات أكو فراغ بينات أوكي طيب وعندنا هاي الألياف يعني شلان أقولكم loose connective tissue ليش loose connective tissue لأنه ما مضغوطة مو واحدة فوق لغ هنا ليف هنا ليف هنا ليف هنا ليف أكو فراغ بينات مو واحدة مضغوطة وين لغ متفرقة أوكي طيب يسموه loose connective tissue طبعا هذا تشوفوه مرتبة الفايبرات بشكل منتظم لو بشكل عشوائي بشكل عشوائي مخربط ترتيب الفايبرات بشكل عشوائي فرح أقول irregular loose connective tissue ليش irregular لأن الفايبرات مخربطة يعني مو وحدة يملخ مو برر مو متوازية لع وحدة جاي منها وحدة يسل وحدة عمودية فأقول irregular غير منتظمة بين ملوكات كلها صف واحد كلها وحدة موازية لاخرى أقول عليها regular هاي النقطة الأولى من أقول loose connective tissue ليش ليش loose لأنه شوفوا الفايبرات الفايبرات مطشرة مو وحدة يملخ لا والله مطشرة هنا فايبر ومسافات بيانات اوكي هاي من نهاردة أقول ملاحظة شباب أنه أنا عندي أربع شغلات تحدد لي functions of the connective tissue تحدد للوظيفة أولا type of the cell نوع الخلايا ثانيا types of the fibers يعني نوعية الفايبرات ثالثا arrangement of the fibers يعني شنو يعني ترتيب الفايبرات بشكل regular بشكل irregular وثالثا البروتين type that found in the extracellular matrix يعني نوعية البروتين الموجود يعني نوعية ground substance يعني قلنا ground substance ويحتوي على بروتينات فإذن أربع شغلات تحدد لي functions of the connective tissue أولا نوعية الخلية cell type أوكي مبلغ ثانيا types of the fibers نوعية الفايبرات ثالثا arrangement of the fiber ترتيب الفايبرات بشكل موازي بشكل مخربط regular regular مبلغ ورابعا البروتين الموجود بالconnective tissue يعني مثلا الconnective tissue الموجود بالcartilage يختلف بالconnective tissue الموجود بالبون ليش يختلف لأن الأربع اختلف أوكي يعني نوعية الخلايا اختلفت ونوعية الفايبر اختلفت وترتيب الفايبر اختلفت ونوعية البروتين اختلفت من connective تش إلى آخر فهذا صاد يختلف عن هذا أوكي طيب نلجح الآن إلى هذا النسيج مبلاي اولا نشوف الفايبرات اول شي هذا dense لو loose نشوف الفايبرات كلها وحدة لاس قبل لق هذا فايبر هذا فايبر شوفوا وحدة لاس قبل لق واحد ماكوا فراغات بيناتهم فهذا اول شي هو dense connective tissue نشوفون الالياف مرتبة بشكل واحد موازي لو واحد طول واحد عروض واحد يمين واحد يسار لا كلها بشكل موازي فهو regular يعني من اقول regular اقصر بيه ترتيب الالياف من اقول dense و loose حسب المسافة بين الالياف فاذا هذا هو dense لان فايبر فوق فايبر واقول regular connective tissue لان نسيج او عفوا ليف موازي الى ليف طبعا هذا النوع من connective tissue موجود بالتاندم بالاوتار هذا عبارة عن وترجابي ونقرروا بيه حطي بالجهاز دا يشوف لك اذا شوفنا كمية الفايبر مضغوطة وكمية الفايبر اكبر من كمية الخلايا هاي خلية هاي خلية مبالله بينما اشوف الفايبرات يعني كمية الفايبر اكبر من كمية الخلايا والفايبرات مترتبة بشكل مضغوطة وحدة فوق اللوخ وبشكل متوازي فاقول عليها dense regular connective tissue هاي كلش مهمة انه تطيني خلايا مختلفة طيب نجي الان الى connective tissue proper قلنا احنا عدنا three types of connective tissue وقسمناها ثلاث انواع انه قلنا embryonic connective tissue وconnective tissue proper وspecialized connective tissue اللي خاص بالكارتليج والبونز والبلد نعوف ان كلهن نجي فقط على connective tissue proper اوكي طيب ال connective tissue proper بالحقيقة راح يتقسم لي الى نوعين قلنا قلنا راح يتقسم لي الى loose connective tissue والى dense connective tissue حسب شغلتين حسب كمية الفايبر بالنسبة بالمقارنة مع نسبة يعني اذا كانت نسبة الفايبرات اكبر من السيلز فهذا هو dense connective tissue واذا كانت نسبة الفايبرات اقل من السيلز فهذا loose connective tissue والنقطة الثانية قلنا انه حسب الفايبرات انه اذا كانت يعني مفغوطة وحدة فوق الاخرى هذا يسميها dense معناتها كثيفة واذا كانت يعني متراخية متفرقة يسميها loose connective tissue طبعا loose connective tissue الى تسمية اخرى يسموها ariolar tissue طيب ال dense connective tissue هم راح نقسم ال regular و regular اعتمادا على ترتيب الفايبرات according to or depending on arrangement of the fibers يعني ترتيب الفايبرات اذا الفايبرات يعني هو dense اذا الفايبرات بالdense مترتبة بشكل متوازي بشكل مرتب حلو اسميها regular connective tissue اما اذا كان ترتيب الفايبرات بشكل عشوائي ومخربطي من يصرع اسميه regular connective tissue يجي واحد من الطلاب يقول دكتور انت ليش قلت dense connective tissue قسمه regular و irregular بينما loose connective ما قلت انه regular و irregular وتشرحت لنا على الصورة قلت لنا بالصورة ذي شخبت شوي قلت اكو فيشي اسمه irregular loose connective tissue اها شباب loose connective tissue غالبا غالبا هو irregular مفتهميين طيب يعني وينما نشوف loose connective tissue قلت هذا regular بينما dense connective tissue لا والله بي regular وبي regular اوكي طيب نجي الان الى connective tissue fibers احنا قلنا انه connective tissue يتألف من cells fibers ground substance نجي الان على fibers على الالياف اوكي طيب بالحقيقة انه الالياف ثلاثة انواع قلنا الاشجار ثلاثة انواع اكو collagen fiber واكو reticular fiber واكو elastic fiber خلي نقرم اشيو الفايبرات الموجودة بالconnective tissue موجودة بكميات مختلفة اوكي اه وهالي الكميات المختلفة يعني ليش موجودة حسب الاعضاء هنا موجودة بكمية شكل وهنا هنا نوع هالشكل وهنا هنا نوع هالشكل هذا حسب الحاجة البنائية والوظيفية للعضو المنشود اوكي يعني انا اذا احتاج حسب وظيفتها وحسب تركيبها انه احتاج يكون connective tissue هيش نوعها بينما البون حسب وظيفته والتركيب ما تحتاج connective tissue يكون هيشي فهميني شلون هاي كلش مهمة يعني هاي انه كمية الفايبر تختلف حسب الحاجة الوظيفية والبنائية والتركيبية للعضو اوكي شباب وذكرناها طيب احنا قلنا عندنا ثلاثة نواع من الفايبرات كل فايبر each type of fiber كل نوع من الفايبرات ينتج produce by خلية يسموها fibro blast اقولكم نصيحة وين مستسمعون blast معناتها تبني من اقول لك fibro blast معناتها خلية تبني وتنتج للفايبرات اوكي من اقول لك erythro blast معناتها خلية تنتج لي ال red blood cell اوكي من اقول لك مثلا مثلا دكتور يوسفو blast يعني خلية تنتج لي وطلع لي دكتور يوسف فاهمين شلون هاي التوضيح فاهمين شلون في اذن fibro blast هي الخلايا البنائية للفايبرات هي عبارة عن خلايا موجودة بال connective tissue تنتج للفايبرات تبني للفايبرات produce the fibers اوكي طيب دكتور هذا الفايبر هذا الليف مين يتكون اوكي طبعا هذا تتكون من كل ليف يتألف من سلاسل طويلة من البروتينات يعني كل هاي الالياف تتألف من يعني ما يقول لك هذا الليف شنو تركيبه تركيبه بروتين بروتين هو عبارة عن سلاسل long peptide chain مو short long peptide chain سلسلة طويلة من البروتينات مو بالله؟ هاي نحطها ببان يعني collagen faber قابل هو فات دهن لهو كاربوهايدرات لا هو بروتينات مو بالله؟ طيب هاي مهمة طيب اهنا انا يقول لك مثلا collagen fiber reticular fiber elastic fiber قلنا كل واحد وظيفته وقلنا انه collagen fiber نذكر هو سميك و not branch ما بي افرع و reticular fiber هو رقيق يعني ليس سميك و ما بي افرع بينما elastic fiber هو رقيق و بي افرع ب branch أوكي طيب و هذا كل واحد من الفيبرات ب different function يعني وظيفة مختلفة حسب البروتين المكون للفاهبر إحنا ما قلنا فايبر بشكل عام يتكون الفايبرو بلاست وварلوا نتقوى clearsfibr hosted by بروتين الصناع brotiنات هو Portugal الفايبر مصنوع من بروتينات Olympics اللي يكون لهذا الفايبر يعني البروتين إذا كان فيه ترتيب معين بشكل معين طلع وإذا هاي السلسلة البروتينية ترتبت بشكل معين وبشكل معين حسب ترتيب هاي الثلاثة طويلة من البروتينات رح تختلف الـ function of the different type of the fibers طيب نرجل الآن إلى هذه الصورة classification of connective tissue احنا قسمنا الـ connective tissue بالحقيقة وقلنا قسمناه اعتماداً على ثلاثة أمور أولاً نوعية الفايبر يعني شلون صنفنا الـ connective tissue قلنا هذا هيجي وهذا هيجي حسب نوعية الفايبر قلنات الفايبرات لثانواع collagen, elastic, reticular وكذلك حسب الـ cell type كمية نوعية الخلايا رح نشوف انه كثير من الخلايا وكذلك قلنا حسب arrangement of fiber ترتيب الخلايا regular, regular organization of the fibers وكذلك اعتمدنا على ground substance أو على البروتين الموجود بالـ extra connective tissue من خلال الأمور الأربعة قدرنا ننطي وظيفة الـ connective tissue وقدرنا نصنف الـ connective tissue أوكي فهذا شي يقول لك classification of connective tissue based on composition يعني شلو تركيب يعني الخلايا والفايبرات وترتيب الفايبرات and organization تنظيم الفايبرات وتنظيم الخلايا of cellular يعني cells and extra cellular component and instruction extra cellular component تقصد به الفايبر والـ ground substance أوكي طيب نجي هنا إلى هذه الصورة بالحقيقة تشوفون احنا قلنا شوف هذا شنو هذا هذا فايبر سميك وما بيأفرع إذن هذا هو collagen fiber نجي إلى الـ elastic fiber هذا هو elastic fiber مو بالله؟ ليش لأن إذا رقيق يعني مو سخين وبيأفرع شوف هذا الناشي ناطفرع مننا وهذا يش ناطفرع مننا وجاء مننا بيأفرع إذن هذا شنو elastic fiber طبعا هاي نيوكلس ما الفايبرو بلاست رح نعرف ليش ما قلنا فايبرو بلاست ليش قلنا نواة الفايبرو بلاست أوكي هاي كلش مهمة هذا شنو نوع النسيج هذا loose low dense وregular خنفكر دكتور هاي فايبرات يعني ماكوا واحد فوق ماكوا متفرقة فايبرات متفرق إذن هذا loose connected tissue regular لو irregular هي من بين شوف واحد جاء طول واحد عرض irregular فهذا loose regular connective tissue بتقول ليش قلنا ما قلت regular احنا قلنا loose وغالب يكون regular أوكي طيب نجل الآن إلى الراتيكولر فايبر نتذكر شنو الخصائص الراتيكولر فايبر هو عبارة إنه الراتيكولر فايبر قلنا إنه عبارة عن شجرة رقيقة يعني السمكها متخين وتكون إنه يعني ما بيها برانش أوكي فإذن أول شي الراتيكولر فايبر أول خصيص إنه not straight يعني مو عدل وإنما يكون متعوج not straight بينما الكولاجين يكون straight عدل هاي مهمة الملاحظة إنه الكولاجين يكون عدل شجرة عدلة وما بيها أفرع وسخينة بينما الراتيكولر فايبر رقيقة وما بيها أفرع ومتعرجة مو عدلة not straight أوكي هاي كلش مهمة وظيفة الراتيكولر فايبر supporting دعم تقوية أوكي هاي كلش مهمة ما يكون شغلة مهمة بالراتيكولر فايبر تذكروها دائما وأبدا إنه الراتيكولر فايبر لها خصائص متشابهة مع الكولاجين فايبر تايب 1 لأنه إحنا الكولاجين فايبر تايب 1 رح نقسم إلى أربع تقسم كولاجين تايب 1 نوع أول تايب 2 تايب 3 تايب 4 كل تايب موجود في مكان معين ما ندوقكم بالي ما مطالبين بي لكن أحفظ أو أدري أنه مثلا الراتيكولر فايبر مطابق للخصائص الموجودة بالكولاجين تايب 1 أوكي طيب هاي افتهمناها الراتيكولر فايبر provide a supporting framework دعم دعم في الأعضاء والهاي وبالله دعم وتقوية وقالنا الراتيكولر فايبر لها نفس الخصائص مع الكولاجين تايب 1 هاي كلش مهمة هو نفس تريت مو عادل دا شوفوه متعرج حياته قدامكم وهو برانش لو مو برانش الراتيكولر ما بي برانش أوكي إذن هو يختلف عن الكولاجين فايبر أنه هو مو عادل بينما الكولاجين فايبر عادل ويشابه أنه هنا ما بي أفرع الكولاجين ما بي أفرع الكولاجين سخين الراتيكولر يكون أقل تخل أوكي أقل سمكن طيب نجل الآن إلى الإلاستيك فايبر من اسمها إلاستيك فايبر يعني شو إلاستيك فايبر يعني مثل الإلاستيك مثل الإلاستيك أوكي طيب شن هاي الإلاستيك فايبر مثل الإلاستيك إذن وظيفتها تستريتش أندستيش التمدد مثل الإلاستيك التمدد مو بالله لها القابلية على التمدد هاي شنها الإلاستيك فايبر من اسمها أوكي طيب الإلاستيك فايبر تكون سخينة لو اسمك معرفة شنون يكون سميكلو ثخينة تكون اقل سمكن يعني رقيقة مو ثخينة بس الكولاجين فابر ثخين اوكي طيب والملاحظة المهمة انه يعني قلنا هي تكون الاسيك فابر ارتبكالي ثنر ذان كولاجين ثنر ثن رقيقة والملاحظة انه برانشينج الاسيك هي الوحيدة لبرانشينج لا الاسيك شنون يقول دكتور ليش متفرعة حتى تعزز قابلية الايلاستيك تشيو على التمدد نحن ان الاسيك هو تمدد لكن هارديige عزز قابلية للتمدد في طلع منه افروح حتى تعززها على قابلية التمدد نحن طيب الملاحظة المهمة بالإلاستيك فايبر نحن قلنا نسى شنو قلنا أنه الإلاستيك فايبر أو نقول أنه الإلاستيك فايبر دائما انتروفن يعني تتداخل أو دائما متواجدة مع الكولاجين فايبر أو بالحقيقة أنه الكولاجين فايبر دائما موجود بالأماكن الموجود بيها إلاستيك فايبر ليش دكتور سهلة الإلاستيك فايبر قلنا وضيفتها تمدد طيب أنا إن العضو سوي بتمدد خب موضو يتمدد يتمدد إليه أن يتمزق وينشق بالنص مبالله؟ لازم أكو فايبرات لازم أكو كولاجين فايبر اتهد قابليته أنه يتمدد كل إزاي يعني ما رد العضو كل شيء مط إليه أن يتمزق طيب شلون أنه أنا أجيب كولاجين فايبر حتى يحدد قابلية الإلاستيك فايبر على التمدد ويراجع على طبيعة أوكي مثلا إذان إذان بيها إلاستيك فايبر بسا من أجرها الإذاني أوكي إنجرت مو بالله بس ما رح تنشيك وأنما يعني رح ترجع ليش بيها إلاستيك فايبر أوكي هاي هنا هذ 미안 هذ انت شمال إير أمورEstهايتها شوفا به لها إلاستيك فايبر wider شباب إلاس ستنشيل أعذانها طبعا بس ما يخرب حتى مثلكم بيها إلاستيك فايبر دكتور ليش بنجرها Unlikeladrin يمنع لي من التمدد الزايد يمنع لي من الستورايش الزايد ويرجع لي هل مكان هوا يعني مو وظيفة الكولاجين رجع المكانة لا وإنما يحدد قابلية الستريج لذلك الملاحظة الأولى الإلاستيك فايبر هي شنو تكون ثن رقيقة مو سميكة الملاحظة الثانية برانشين بيها أفرع حتى تعزز قابليةها على التمدد الوظيفة مع الإلاستيك فايبر ثالثا والشغلة الرابعة أنه دائما متواجد وإلاستين كولاجين فايبر ليش حتى يحدد قابليتها يعني قابلية التمدد مع الإنسجة يعني يمنع لي التمزق من التمدد الزايد يعني إذا المدد العضو الزايد راح يتمزق الكلاجين راح يمنع لي هذا الشي طيب نجي الآن إلى الإكسرا سيليلر ماتريكس وقلنا يقصد بالإكسرا سيليلر ماتريكس هي المواد البينية الموجودة بين الخلايا يعني مبالة ولتشمل لي الفايبرز الفايبرات والجراو سوبستانس ذلك الاثنين يطلقون عليهم الإكسرا سيليلر ماتريكس يقولك is a complex يعني في الشي معقد and structural network عبارة عن الشبكة تركيبية ومعقدة متألفة طبعا من الفايبرات والجراو السوبستانس يعني بروتينات that surrounds تحيط يعني تحيط وتدعم cells within the connective tissue يعني وظيفة الإكسرا إحنا مو قلنا الكونيكتف تيشو يتألف من cells وفايبرز وغراو السوبستانس اللي هو بروتينات والجراو السوبستانس اللي بروتينات والفيبرز تلقون عليهم الإكسرا سيليلر ماتريكس هذا الإكسرا سيليلر ماتريكس خلقه ليدعم ويحيط الخلايا الموجودة في ال connective tissue يعني أنا عندي خلايا بال конنكتف تيشو هاي الخلايا لازم أحميها لازم أدعمها هو هذا من وظيفة وظيفة الإكسرا سيليلر ماتريكس إنه يحمي هاي الخلايا اوكي طيب نجل الآن الى الاكسرا سيلولر ماتريكس انه قلنا contains a variety of fibers and proteins من يقول لك protein structural protein يعني يقصد لك ground substance يعني قلنا الحق ground substance هو يتكون من ثلاثة عوائل بروتينية وبالله طيب باذا الاكسرا سيلولر ماتريكس يتكون اللي من الفايبر شو قلنا الفايبرات هنا الكولاجين فايبر والإلاستيك فايبر والراتيكولر فايبر وكذلك different type of structural protein يعني ground substance وقلنا ground substance اللي موجودة بالconnective tissue تحتوي على ثلاثة عوائل بروتينية تحتوي قلنا على ثلاثة عوائل بروتينية العائلة الاولى يسموها بروتيوغلايكان العائلة الثانية يسموها multi-adhesive glycoprotein multi-adhesive multi-متعدد adhesive يعني يلتسق ملتسق إذن وظيفة هاي العائلة استاعد على التصاب عضو بعضو في الزقهن هاي البروتينات مو بالله؟ وكذلك العائلة الثالثة هي glycos glycos aminoglycans لاني ثلاثة عوائل بالأزرق لاني تحفظهن انه انا عندي connective tissue cells fibers ground substance ground substance تكون من ثلاثة عوائل بروتينية أولا هي البروتيوغلايكان والمتعدد الملتي البروتيوغلايكو والغلايكوز المينو غلايكون أما كل عائلة تمام مطالب تجي تحفظ المالات إنه هي أغريكان وسينديكان لاني ما تحفظهن أوكي تحفظ إنه الثلاثة عوائل هي هاي وهيا وهيا لهم أني أنت مطالب بي تحفظه أوكي كمرحلة أولى كتكل ياطب مرحلة تحفظون ده لني بعديا مطالبين بكم تحفظون ذلك يقول لك The last three group of molecules constitute the ground substance اوكي ذنني الثري جروب الأخيرات يعني هذا والهذا وهذا ذنني الثلاثة يقول لك يحتون على the ground substance المعلومة مو كلش مهمة اوكي اذا three family of protein that found in the extra cellular matrix اوكي طبعا هاي موجودة بكميات مختلفة مو كميات ثابتة قلنا كميات مختلفة حسب نوع العضو حسب نوع التشو الموجود في كل عضو طيب نجي الآن الى function of extra cellular matrix خلي نشوف شين وظيفة هذا الاكسرا cellular matrix اولا provide mechanical and structural support as well as concile strength for the tissue يعني يدعم للخلايا ميكانيكيا وتركيبيا للخلايا الموجودة بالconnective tissue يدعمها قويها يحميها مو بالله وكذلك هو يعني يعمل لي tensile strength for tissue عبارة عن انه فت قوة للنسيج يطيفة قوة للنسيج اوكي طيب ليش الانبي فايبر فالفايبرات تطين قوة الى الconnective tissue والى العضو الموجود كذلك تعمل biochemical barrier يعني شنو biochemical barrier يعني تعمل لي انه فت حاجز او مقوي او حاجز للخلايا الموجودة داخلها يعني ليش مثلا هاي الخلايا الموجودة بالconnective tissue معرضة الى الضغط معرضة الى الشد فمن هو يحميل هاي الخلايا انا اردحها فضل على الخلايا اذن هذا الاكسترال سيروماتيك شوة كحاجز مو بس as a barrier for the cells وانما as a barrier for many tissue يعني عند مثلا أنا tissue معين اريد احميه فاجيب لي عازل اشتجيب لي اجيب لي connective tissue اوكي طيب كذلك play تلعب a role in regulating metabolic function of the cell surrounded by matrix هاي الخلايا الموجودة بال يعني بالconnective tissue يحتاج واحد ينظم عملية الايض مالتها من ينظم عمليات الايض من ينظم الخلايا عمليات الايض ما الخلايا الموجودة بالconnective tissue هو الاكسترال سيليلر matrix اوكي طبعا the extra cellular matrix anchors cell يعني شنو يعني الخلايا تشلب بي تستقر بي اوكي within tissue through cell to extra cellular matrix adhesion molecule يعني شنو يعني الاكسترال cellular matrix مو قلنا بعائلة يسموها multi-adhesive بروتو كان هاي العائلة مالبروتينات تلزقلي تلزقلي الخلايا بالextra cellular matrix اوكي يعني يثبت تلياها اوكي يعني هذا الاكسترال cellular matrix هو عبارة عن مخدة او في الشي تثبت بالخلايا الموجودة بالconnective tissue مو مسهيج هو provide pathway for cell migration تذكرون بداية المحاضرة قلت لكم عندنا نوعية من الخلايا سموها مهاجرة تتحرك طيب من يهيئ للطريق حتى تتحرك لهذه الخلايا connective tissue اوكي طبعا during wound repair يعني احنا مثلا من ان يصر عندي بالأبديرمس تتحرك للخلايا من الديرمس الى الأبديرمس عن طريق الاكسترال عن طريق هذا الوية تروح تصليح لهذا الخلال الصار اوكي طيب نجي الان الى ground substance قلنا هي عبارة عن مادة is a part of extra cellular matrix جزء منها that occupy the space between the cells and fibers يعني هي تشغفت مادة بينية موجودة بين الخلايا والفايبرات طبعا قلنا احنا ground substance تتكولي من ثلاثة عوائل glycosamin glycans وproteoglycans وmulti-dehyse glycoprotein هاي كلناها طبعا هاي المادة البينية المادة الصمغية نقول عليها مادة صمغية موجودة بين الفايبرات والسيلز بالسلايد من ناخذ جزء من خطعة معينة من نسيج معينة بالسلايد منشوف ليش لان هاي المادة الصمغية هاي المادة الصمغية الموجودة بالخلايا اثناء التحضير للسلايد انا من نحضر سلايد بالمختبر اضيف مواد كيميائية شوية حرارة شوية مي فهاي المادة الصمغية خلال تحضير سلايد تروح فاشوف انه بين خلية وخلية ما اشوف ground substance وانه ما اشوف فراغ بيض ليش لانه كانت اكو ground substance لكن خلال تحضير السلايد راحت بالمواد الكيميائية والحرارة مو بله فاشوف فتفراغ بيض بين خلية واخرى واللي نفترض انه هذا الخلفية البيضة الموجودة بين خلية وخلية هي كانت ما كان ground substance اوكي طيب ground substance طبعا هي مادة قنات تكون من ثلاثة بروتينات وهي مادة صمغية هي اشوف خصائصها كلش مهمة viscous لزيجة clear substance يعني مادة نظيفة مادة انه شونا نقول يعني يعني واضحة with slippery slippery يعني تتزحلق feel يعني ملتزمها يزحلق اصارك تزحلق مادة مزحلقة مادة صمغية and high water contact بيها نسبة عالية من الماء هيا كلش مهمة viscous clear slippery slippery يعني لزيجة ملتزمها ايدك تزحلق واحدة على اللخ اوكي and high water content تحتوي على كمية عالية من الماء طبعا ملاحظة connective tissue الموجود bill bone ما بي ground substance هيا نحطوها ببالكم اوكي هيا نحطها في بالكم طبعا هي ground substance سهل الحركة طيب بعد ما خلصنا ground substance extract serum matrix خلصنا الفايبرات وخلصنا ground substance والعوالب روتينية نجي الى الخلايا الموجودة بالconnective tissue قلنا يا بيحنا الخلايا الموجودة بالconnective tissue تنقسم لي الى قسميا خلايا مقيمة دائمية خلايا ثابتة ما تتحرك من مكانها او تتحرك شوية هو اسموها resident cell اوكي وخلايا مهاجرة تتحرك حسب الحاجة حسب محافز اسموها wandering cell او migratory cell يقول لك connective tissue cell can be resident ثابتة بمكانها ما تتحرك من connective tissue or wandering يعني تتحرك من مكانها تهاجر اوكي طيب the cell that make up resident cell population are relatively stable يعني الخلايا resident هي تكون مستقرة و little movement ما تتحرك او تتحرك بشكل قليل ويعتبروها regard as permanent resident of tissue يعني خلايا مقيمة بالتشو ما تتحرك ثابتة شنو هاي الخلايا اولا طبعا هاي الخلايا نحفوظها الخلايا الثابتة اذنني نحفوظها fibroblast الخلايا تنتج الفايبرز يعني وال myofibroblast وال macrophage الخلايا الملتهمة طبعا خلايا الدفاعية طبعا macrophage من تروح بموقع معين يختلف تسميتها يعني الماكrophage الموجودة بالكبد يسموها acafer cell وبالله يعني وين ما موجودة تنطي اسمها فال macrophage هي الخلايا الالتهامية الدفاعية وال adipocyte الخلايا الدهنية وال mast cell خلايا mast cell طبعا قلنا هتحتوي على مواد كيميائية انه خلايا عملية الinfection تنفجر وتطين هاي المواد اوكي هتتروح تساعد لي بعملية الالتهاب وال adult stem cells الخلايا الجذعية ال adult اوكي طيب قلتون احنا شنو رح نحفوظها رح تصير عندنا فد مصطلح باللنجز يسموه massive massive يعني كمية شبيرة اوكي يعني شبير فبالعربي massive اوكي حفظوها massive ال M حفظوكو 3M يعني ثلاث خلايا الماكروفاج المايا وفايبرو بلاست والماست cell اذن massive كلمة massive اجمع هاي الخلايا بكلمة massive لان مرات ترجيكم امسكيوات ويحطو لكم خلية غير ذني اوكي يقول لك كل ذني resident cell عدى وحدة اوكي فانت تحفظها بكلمة massive massive ياب ال M هي 3M ماكروفيج ماست cell مايو فايبرو بلاست هذا ال M يبدأ نب M ال A اللي هي ال Adipose Tissue حرف A Adipose Tissue ال S يعني هي stem cells stem cells الخلايا جدعية لكن الخلايا جدعية نوعا اكون embryonic stem cells خلايا جدعية جنينية وخلاوة adult stem cells اهنا adult stem cells مو embryonic نتبه و ال F هي fibroblast اوكي كل سهلة حتى تحفظوها نجل الآن الى wondering طبعا هاي الخلايا المتحركة من مكانها تتحرك من مكان الى مكان تتحرك من نسيج الى نسيج عن طريق الدم وقلنا الشغلة المهم انه تتحرك respond to specific stimuli لعني لازم اكو فالstimuli معين فتحاثز معين انه خلاها تتحرك قد يكون مثلا جريح قد يكون التهاب يخل هالخلايا تروح شين هالخلايا هي الخلايا اللينفوسايت اللينفاوية وخلايا البلازماس يال طبعا خلايا اللينفوسايت تشوفوها هي الخلايا طبعا بالفيروسات من واحد انه عند التهاب فيروسات تصعد عند هاي الخلايا قم بتشتغل هاي اللومفوسات طبعا تلتهم الفيروسات ووظيفة دفاعية ضد الفيروسات وكذلك ضد التدرن TB ذلك بالTB يعني اذا واحد صعد عنده اللومفوسات اتفكر ممكن TB انو له الكورونافاروس شف اللومفوسات لو زايد لو قليل منك خلال باللومفوسات معك خلال الفيروس وكوب لازمة سيل وكون نوتروفيل نوتروفيل طبعا مسؤول عن الاتهاب البكتيري انا واحد ص Manchester门 عنده الاتهاب بكتيري اعتقد عنده نوتروفيل معلق صاعد أوكي طيب والإيوزينوفيل ذول اللي يصعدهم مرات حساسية أوكي أو براسايت الديدان للتهاب الديدان تصوف عند الإيوزينوفيل صاعد والبيزوفيل والمونوسايت طبعا ذلك كل خلايا سموها خلايا مهاجرة موجودة بال يعني بالشي اسمه بال بالكونكتف تيشيو أوكي طيب هنا أنا نرجع كمختصار أنه قلنا راجع مراجع سراع الكونكتف تيشيو نتكون من سيلز خلايا ويتكون من فايبر واكستران سيلولر ماتريكس نجعل الفايبرز لنا ثلاثة أنواع كولاجين راتيكولر إلاستيك أوكي طيب نجعل كولاجين كولاجين قلنا سميك ناتو برانش ما بيأفروع وموجود بكل كونكتف تيشيو تقريبا لأنه هو يدعمني يعني قوي بينما الراتيكولر قلنا هو يكون غير سميك وناتو برانش ويكون سبورت يدعم وظيفته يدعم وقلنا الراتيكولر هو يكون غير عدل متعوج نجعل الالاستيك فايبر قلنا هو ستريت ودستنشن ودائما موجود معي الكولاجين أوكي شباب وهو برانشين وقلنا أنه الفايبرز قلنا أنه يعني قسموا لي إلى أنه يعني لوس كونكتف تيشو دينس كونكتف تيشو حسب كمية الفايبر إلى الخلايا وقلنا يكون ريجولر حسب ترتيب الفايبرات وهاي بالنسبة للفايبرز نجي إلى السيلز قلنا قلنا نكونوا عن رزيدنس سيل وميقريتر سيل أو ووندرينج سيل ولكسرها السيلر قلنا أنه عبارة عن بروتينات زاد فايبر وقلنا لقراوند بروتين قراوند سبستانس هو عبارة عن ثري عوائل من البروتينات مبلة هيا كلها شرحناه قلنا خصائص لقراوند سبستانس المادة الصبغية هي تكون كلير وهاي ووتر وفيسكس وسليبري وهاي ووتر كونتينت أوكي طيب نجي الآن إلى كوز بسيط على وهو أنه رايت ثري مين كاركتريستيكس فيتر أوف كونكتف تيشو نطيني ثلاثة خصائص من الكونكتف تيشو هذا أنتم بين هاتكم يعني شوف شنفتهمت المحاضرة تقدر تطلع في ثلاث خصائص مميزة لل كونكتف تيشو نجي الآن إلى هذا الجدول طبعا بالحقيقة هذا الجدول للاطلاع فقط أوكي للاطلاع أنتم ما تحتاجوا يعني كحفظ ماردك منك تحفظها لكن نحن نشرحها بشكل سريع مارد طويل عليكم يعني بس أطلعكم معلومات اللي تفيدكم بحياتكم العملية في كلية الطب طبعا الفايبرو بلاست هي نهذا يشرحك الخلايا الكونكتف تيشو الفايبرو بلاست قدنا هي تنتج لي الفايبرز والقراون سبستانس الموجودة بالكونكتف تيشو أكو فات خلايا يسموها بلازما سيلهاي تشتغلي كأنتي باديز يعني أجسام مضادة ضد العدوى ضد الانفكشن ضد البكتيريا ضد الفيروس أوكي طيب نجي الآن إلى الخلايا اللينفوسايت الخلايا اللينفاوية يسموها يعني خلايا اللينفية هاي الخلايا طبعا أنه قلنا هي ميون ديفنس فنكشن يعني وظيفة دفاعية خصوصا ضد الفيروسات وخصوصا ضد التهاب التدرن التي بي نجي الآن إلى الأيزوفينيك أيزوفيليك طبعا سيل قلنا هاي الخلايا شوفها موجودة بال الألرجيك بال الألرجيك عمي واحد عنده حساسية مثلا شوف عنده هذا الأيزوفيليك صاعد وكذلك ضد البراسات من واحد عنده التهاب ديدان مثلا شوف عنده هذا صاعد أو بي مشكلة يعني مو بالنورمال رينج بالنيوتروفيل قلنا هذا النيوتروفيل هي تشغلي كفاقوسايت أو بكتيريا تلتهم للبكتيريا فبنصر عنده التهاب بكتيريا شوف النيوتروفيل هي صاعدة نجي الآن إلى الماكروفيج هي خلايا وظيفتها فاقوسايتوسيز يعني تلتهم الأجسام الغريبة تلتهم المواد المتبقية من العمليات الأيضية الزايدة تدمر للخلايا اللي ما أريدها اللي تموت تلتهم للبكتيريا والأجسام الغريبة أوكي طيب وقلنا على الماست سيل والبيزوفيليك تحتوي على داخل بعض المواد الكيميائية عفواً المواد يعني الكيميائية نعم واللي يعني مهمة بعملات الانفلاميشن والانفكشن راح يشرح بالتفصيل المحاضرة الجاء إن شاء الله والأديبوساتي الخلايا الدهنية اللي تخزلي الدهن أوكي شباب طيب السؤال الثاني رؤية ثري ماين دفرنس بتوين بثيلي التوشيوان كونكتف توشيو أريدكم تحلو وتفكرون بي تنطوني النتيجة لهنان انتهت محاضرتنا يا رب كل الخير والصحة والعافية إن شاء الله انتظروني في الجزء الثاني من هذه المحاضرة الليكتور تو إن شاء الله شكرا جزيلا مع السلامة